أهلا بكم من جديد رأس خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثة في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض وفي مستهل الجلسة طلع خادم الحرمين الشريفين أو أطلع المجلس على نتائج زيارته لجمهورية مصر العربية وما جرى خلالها من مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة أيضا إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبدولة تجاهها وما تم خلالها من تأكيد على أهمية إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ثم تحدث عن مشاركة المملكة في القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ ونتائج لقاءاته مع كل من ملك مملكة البحرين وأمير دولة الكويت والرئيس العراقي والرئيس القبرصي والمستشارة الألمانية ورؤساء وزراء بريطانيا وهولندا والسويد والشيك وبلجيكا رؤساء الوفود المشاركة في القمة مجلس والوزراء أيضا وافق اليوم على عدة قرارات كانت على النحو التالي أولا قرر مجلس الوزراء موافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس الاتحادي سويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ثانيا قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية في مجال الطيران المدني وقد أعد مرسوم ملكي بذلك ثالثا قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي رابعا قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وقد عد مرسوم ملكي بذلك خامسا وفق مجلس الزراع على تفوض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التكوين المهني والتشغيل في الجمهورية التونسية والتوقيع عليهم ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية سادسا قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمال المنزلية وتوظيف العمال العاملة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أغدا وقد عد مرسوم ملكي بذلك سابعا قرر مجلس الوزراء تفوض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد في شأن مساهمة المملكة في مشروع الأنكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني ثامنا قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لأحد البنوك الدولية بفتح فرع له في المملكة وتوفيض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة على أن يلتزم البنك في مزاولته للأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك تاسعا قرر مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار بالإضافة إلى ملكيتها البنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشاري إليها في البندي ثانيا من قرار المجلس الوزراء رقم 381 وتاريخ 889 1337 والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصص عليها في الأمر السامي رقم 36575 وتاريخ 128 1438 مالكة لجميع الأصول بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد الشمال الجنوب مشروعات ربط مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والشبكة الداخلية في الجبال والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام والميناء الجاف في الرياض ومشروع قطار الحرمين السريع عاشرا قرار مجلس الوزراء تعدل المدة الثانية من صندوق تنمية الوقف الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 26-1-129 على النحو الموضح تفصيلا في القرار ذاته الحدي عشر وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة